اهلا بيكم مرة تانية دلوقتي جي معادنا مع الفقرة الاقتصادية الأسبوعية في نهارك سعيد وضيف الفقرة النهار ده هو الأستاذ أحمد العطيفي خبير الأوراق المالية أهلا بيك فاندم ونهارك سعيد أهلا سهلا 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 أكيد زي ما بنقول كل مرة أنه الاقتصاد بيتأثر بالسياسة بشكل كبير جدا جدا فأحنا عايزين نعرف بقى بقى نسأل كل أسبوع يعني نسأل كل أسبوع أحداث هذا الأسبوع كيف أثرت على الحالة الاقتصادية خاصة البورصة والاستثمارات المفروض كانت تيجي لمصر والوضع العالمي وتأثيره خلينا نبتزي بأحداث الأسبوع ده يعني أحداث الأسبوع ده فيها قبضة على قيادات إخوانية فيها إطلاق صراح الرئيس الأسبق مبارك وضعه تحت الإقامة الجبرية الأحداث ده كيف أثرت على البورصة يعني نحن نقول الأسبوع الماضي طبعا كانت البورصة اتأثرت طبعا بكل الأحداث الموجودة وكان بداية التأثير كان جالسة يوم الحد أن طبعا كانت ساعات التداول كانت قليلة يعني معروف ساعة التداول للبورصة بتقع من 10.5 إلى 1.2 ونص طبعا كان الإجراء طبعا اللي حصل أن كانت عدد الساعات ابتدت من 10.5 إلى 1.1 ونص فكده أول تأثير للبورصة تخفيض ساعات التداول وأول يوم كان في الدولات الأسبوع الماضي اللي كان هو يوم الحد كانت البورصة هبطت طبعا أكتر من 3% تقريبا وده كان متأثر بقى قبل حصل كان الجمعة والسبت الأبنية لجمعة الغضب يعني هي تحت كل المسميات الأحداث العنيفة اللي هي الأحداث الأمنية اللي حصلت وكان فيه خوف وطبعا كان قبلها كمان خميس البورصة كانت مغلقة مع البنوك فكان أول يوم تداول كان الحد لكن سرعان طبعا تاني يوم بقى عودة التداول للوقت الطبيعي بتاعه خلاص بقت من 8.5 لحد الساعة 2.5 إدى أشارة أن إقدارة البورصة تجاوبت مع الأحداث سريعا كانت سيئة وهي شافت أن الوضع ابتدى فيه استقرار نوعا ما أمني فابتدت الساعات ترجع من 8.5 ل2.5 البنوك كمان ابتدت ترفع ساعات التعامل بتاعها ده أثر على السوق إيجابيا نوعا ما أنه هو حافظ على المناطق اللي كان موجود فيها إن كان المؤشر للسوق الرئيسي خسر في خلال الأسبوع اللي فات في حدود تقريبا 2% لكن فيه مؤشر إيجيكسي 70 لبعض الشركات المدرجة ده حققت ارتفاعات جيدة كان واضح في خلال تعاملات الأسبوع الماضي إن طبعا الحالة الأمنية وعلى فكرة يعني وضع التداولات المصرية والغربية أو الأجنبي عنه كان أفضل ده هقوله لك بقى بالزبط إنه فيه اتجاه من الدول الأجنبية خاصة أوروبا وفي أمريكا ضد اللي حصل في مصر ده ادى انعكاس على المستثمرين الأجانب الموجودين في السوق خلى فيه عملية تخارج وبيع من المستثمرين الأجانب ووصلت عمليات البيع للمستثمرين الأجانب في حدود 340-350 مليون جنيه في خلال تعاملات الأسبوع الماضي كله لكن انعكس الموضوع دوت على المتعملين المصريين الموجودين في السوق المتعملين المصريين في السوق كان فيه عمليات شراء قوية يعني كل جلسة من الجلسات تقريبا نلاقي فرق الشراء تقريبا للمتعملين المصريين ونهاية الأسبوع كله كان في فرق شهر متعبين العرب نشوف مع بعض الويندو القدامنا الشاشة القدامنا بتنقل محاكمة أعضاء النظام الأسبق وليس السابق محاكمة علاء وجمال مبارك وحبيب العدل وستة من مساعدي الآن على الهواء مباشرة وانتبعها من أكاديمية الشرطة طبعا الموضوع للمحاكمات دول خلاص يعني القبض على كيادات برضو لإخوان المسلمين في خلال الأسبوع الماضي ادى أشارة أن الأمن فعلا أوفى بوعده أن هو هيقدر يسيطر على هذه الأمور وأن ابتدت الملاحقات لهذه الأشخاص دي دوت ادى أشارة أن فيه استقرار أمني قادم ودوت يمكن حتى اللاحظ أن وطيرة المظاهرات يمكن أن الاربع والخميس ابتدت تنخفض وفي نفس الوقت بقى فيه استقرار برضو في التعاملات الموجودة في البورصة المهم برضو ده ادى أشارة برضو إيجابية حتى الأسعار الصرف يعني حتى بعد نتوقع أن الأسبوع الماضي أو اللي قابلين في الأحداث العنف كانت تبقى موجودة مثلا نتوقع أن الدولار يواصل الارتفاع وصد الجنيه المصري لا لا إطلاقا ما حصلش الكلام ده كان الموضوع كان موضوع تقريبا كان فيه تناسب موجود ما بين ساعر أسعار الصرف بين الدولار و الجنيه ما حصلش ارتفاعات كبيرة آخر حاجة بقى بنتكلم فيها مثلا طبعا خروج مثلا رئيس الأسبق مبارك وقدر القامة الجابرية السوق ما حاسش بالكلام ده هل محاكمات النظام الأسبق وخروج الرئيس الأسبق مبارك ووضع تحت القامة الجابرية هل يزالت بتؤثر على البورصة المصرية لا لا ده خلاص بعمل موضوع ده بالنسبة للسوق كانت تأثيرات قديمة وخرج بره عباقة هذا التأثير بعد وقت التأثير الأحداث الأمنية رقم واحد وبالاعتقالات أو القبض على قيادات الإخوان المسلمين أثرت على ده طبعا أثرت إجابيا على نفسية المتعملين إجابيا إجابيا طبعا على نفسية المتعملين لسبب أنه هو طبعا كان كل الموجودين حاسين أنه طول ما الناس دي تبقى مثلا موجودة حاسين أنه هو إنفراد الأمن هيزيد هيبقى فيه مظاهرات هيبقى فيه مسيرات الكلام ده هيأثر على الحالة الأمنية الموجودة في البلد لكن نما كل المستشمين حتى الأجانب الغير مصريين على فكرة. الأجانب اللي هم العرب. ما حصلنا في الأجانب المصريين. العرب واضح من اتجاه الدور العربية أن هم مسندين مصر في الموقف الموجود فيه. فأعتقد أن حتى حزمة المساعدات اللي جاي من بعض الدور العربية. السعودية والأمارات والكويت والدعم حتى السياسي من المنطقة العربية كلها. ده أتأثر على المتعاملين كمان العرب الموجودين في السوق. فالنهار ده حتى ما بيسمعوا تم القبض على أحد كيادات الأخوة المسلمين. نجاح العمليات الموجودة في سيناء. مقتل عديد من الإرهابين في سيناء. ده أتبيد دعم أن البلد فعلا ماشي في الخريطة بتاعتها من ناحية الوصول إلى حالة الاستقرار الأمني. الوصول إلى حالة الاستقرار السياسي. طبعا ما ننساش. خلينا نسأل عن حزمة المساعدات. الحرارة كنتم تتكلم عنها. فعلا السعودية تحديدا والأمارات قالوا أن في حزمة المساعدات ستقدم لمصر. ولكنها مقسمة لكذا حاجة. ستبقى ودايعة. مساعدات مباشرة. وإن levدا تتعالج؟ حجم المساعدات تقريبا تصل لحدود 12 مليار دولار. منها بعض المساعدات تصل لحدود من 2 إلى 3 مليار دولار. لأن مساعدات تتعالج بالمشتقات البترولية. وبعض المساعدات منها الجزء المتبكب منها عبارة عن ودايعة وكرود. السعودية الوديعة تتعالج بأنها وديعة بدون فايدة. والكروض التانية يمكن بسيطة لا تتعدى الفائدة تدخل هيئة المحكمة لأكاديمية الشرطة أعتقد أن هذا السيناريو الذي سيقرر عندنا في مصر السنة لكن مع تغيير الأشخاص الموجودين في القفص أعتقد هذا السيناريو الذي سترى في مصر خلال السنة وده سيبعامل على فكرة إيجابية في جزء مهم جدا أنه يكون عندك نزاهة في القضاء وعندك النهاردة الناس يرى أن هناك أحكام موجودة وصاد هذه العمليات اللي حصلت ديها تخلي برضو استقرار عندك السياسي موجود استقرار أمني موجود وعلى طول على فكرة عملي ما فيه استثمار في أي دولة ما فيهاش عملية استقرار سياسي ولا عملية استقرار أمني هل الرئيس المبارك موجود في القفص في هذه القضايا أيوة رئيس المبارك موجود الرئيس الأسبق مبارك بجوار وجمال مبارك ورئيس مخلوع وسابق وأسبق فالشكل المحكمات دي كمان على فكرة دي إشارة مش جوة مصر بس أعتقد أنها نقلها برضو على مستوى العالم وده دليل هون وده يعني عشان ناس تضطلين على مستوى العالم ده إخلاق سبيل لكن على ذمة قضايا أهي بتتم وأعتقد تناول قضايا أكتر من مرة يعني هلاقي فيه محاكمات تاني في خلال الشهر الجاي نفس المسجد ده هتكرر فيه هنشوف قيادات برضو للإخوان المسلمين اللي هم برضو لنيابة أعلنت أنها طبعا واخدين 15 يوم أعتقد أن هو هيجي يوم برضو هنشوف نفس شكل المحكمات دي ده إسماعيل الشاعر أعتقد اللي على الشمال أعتقد كل قيادات الشرطة اللي هي كانت طلعت طبعا طبعا موجودين هم ده إسماعيل الشاعر ده قيادات مساعدي كل المساعدي وزير الداخلية كلهم موجودين ودي طبعا المحكمة المتعلقة بالنقد الحكم نحن نتمنى طبعا الأمور تمشي يعني أنا عايز أقول تمشي ده قضية قتل المتظاهرين أعتقد بالقضية اللي هي بتاعت قتل المظاهرين يعني أنا أتمنى طبعا الأمور تسير بطريقة صح القانون بيأخذ مجرى على كل الناس المتقرر ما فيش يمكن من الدور الليلة يمكن على مستوى العالم اللي مشت بروح القانون وتقييد القانون كانت مصر يعني متهيئة لحتى مصر في خلال العصور القديمة يعني مشوفناش حاكم مصري في القفص النهاردة مصر في خلال مثلا سنتين أو تلاتة اتنين حكام حكموا مصر فعندهم قضايا هو التساؤل بقى يعني أستاذ أحمد هل سيتم تطبيق القانون على النظامين بشكل موازي متوازي يعني هل تطبيق القانون على نظام مبارك سيتم برضو تطبيق القانون على نظام الإخوان ولا هيتم التعاون بشكل مختلف لا 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 ده أمر طبيعي طبعا القانون لا يعرف شخصيات يعني القاضي اللي بيحكم أو وكيل النيابة اللي بيحكم ما يعرف منه دعب الشخصية ايه هي هو ليه علاقة بالأوراق اللي موجودة شكلها ايه هي قدامه وبناء على كده بيصدر الأحكام بتاعه ما فيش لا يمكن ما فيه تحايز واحد عن واحد ولا ممكن يكون القاضي يقول إنه مبارك أفضل من مرسي ولا مرسي أفضل من مبارك ولا النظام ده غير النظام دوت في صيغة إصدار القانون كل الناس سواسية قدام القانون يعني عايز أحكيك كلنا سواسية في حظر التجوال لو مشينا في حظر التجوال بعد الساعة 8 كل الناس بترجع الجيش اللي واقف أو الشرطة ما بيبصش الشخصية دوت مين هو ولا بيشتغل كل الناس لو مشيت قدام هتركب البوكس أو هترجع ورد روح البيت بتاعك فأنا أعتقد إن سيطرة القانون على المشهد اللي بيبقى موجود في مصر دوت هيساهم في العملية الاستقرار الموجود استقرار الأمني ويدين الشكل برضو على مستوى العالم جيد ويساهم في الاستقرار الأمني على طول أرجع لفكرة الاستقرار الاقتصادي اللي بيبقى موجود عندنا طبعا وبتطبيق القانون على الجميع يعني يعني بعض الممارسات اللي ممكن تحصل ممكن تأثر على ثقة المستثمرين الأجانب تحديدا في السوق المصرية الاقتصاد مالوش دعوة بيها السياسة لها دعوة بيها وتطبيق القانون وي دعوة بيها برضو احترام العقود قانونيا احترام العقود يعني نارضا لما أعمل عقد مع مستثمر بأن هو مثلا هشتري حصة في شركة أو هندي له حتة أرض يستثمرها ميجيش النظام لما يتغير البلد مثلا يخصل مثلا الحكومة تتغير أو النظام يتغير يقول لك لأ تعالى انت من 4 سنين كنت بتسرق فدوة يدي شكل خلاص يقول لك أنا أروح أستثمر في بلد بعد 4-5 سنين وبعد استثمرات يقول لي انت العقد اللي انت عملته ده كان قانونا باطل فدوة طبعا خلاص يبقى لازم في احترام للقانون لان لو الكلام دوت ابتدى يتسامع كتير على مستوى الدول هتبصت لأ اللي بيجي يعمل استثمرات الآن وخايف والقصة دي على فكرة كانت حصلت الاستثمرات كتير جدا من بعض المستثمرين الموجودين يعني تقارير الفساد اللي كانت بتصدر وتصنيف مصر فيها كان بيبقى في مكانة متأخرة جدا ده أكيد بيأثر في الاقتصاد بشكل فظيع الفساد دوت الموجودة فيها الفساد يعني النهاردة لما تلاقي دولة فيها فساد ودولة فيها بيروكراطية وما فيش تنفيذ للقوانين وما فيش تنفيذ حتى في السياسات الداخلية جوة المؤسسات من المستثمر هيجي يدخل يستثمر في هذه البلد لكن بصراحة أنا شايف ان التجربة اللي عاشتها مصر في مدار 30 سنة والتجربة اللي عاشتها مصر في السنة الأخيرة ديت خلاص اللي عاشت تجربة ديت 30 سنة الناس دي هي اللي عاشت التجربتين اللي موجودة في مصر أعتقد هو الجيل دوت هو اللي هيكود المرحلة القادمة لأنه شايف سلبيات اللي حصلت وعانى أكثر معاناة موجودة في المرحلة ديت المعاناة اللي هي تتعالج بالنواحي الأمنية الموجودة في البلد ارتفاع مثلا أسعار عدم الاستقرار السياسي وأصبح الجيل دوت هو اللي بيتحكم في الموجود فيه يعني يوم الناس اللي خرجت في 25 و27 و28 يناير هم كلهم شباب والشباب هم اللي قادوا الناس بعد كده أنا عايز أسأل حضرتك على المبادرات اللي بتطلع لدعم مصر ومنها سندوق أكتر من صندوق لدعم مصر الزهر في السنوات اللي فاتت يعني ونحن ما كناش بنعرف ده بيروحوا فين الفلوس دي أو بيتم استغلالها سيدي وماما هذا تأثير مثل هذه السندوق فعليا في إنقاذ الاقتصاد ده ليه تأثير فعلا ولا دي مجرد بس يعني حاجة كده بتشجع بسي أنا عايز أقول إحنا نتكلم على من الآخر يعني مثلا الصندوق الأخير 30-6 30-6 ده مثلا ده أحدث حاجة حتى الآن هذا الصندوق كل اللي دخل في هذا الصندوق من المصريين لأنه طبعا دوت أفراد أو مؤسسات صغيرة اللي ساهمت فيه بخلاف طبعا الأموال اللي جات لنا من الدول العربية ده جزء ثاني مختلف كل اللي دخل في هذا الصندوق ما تخطاش حتى الآن 600 مليون جنيه يعني كل الرقم اللي دخل حتى الآن ما تخطاش هذا الرقم ويمكن أقل كده يمكن 500 أو حاجة لكن دوت نص مليار يعني نص مليار لكن دوت يعبر على عايز أقولك إيه الحالة النفسية للناس أنهما شايفين هما على قد يقدروا يساعدوا هذه البلد بيساعدوا أنا إحساسي أن أنا حتى لو فيه كبري مبني في الشارع وأنا سهمت في هذا الكبري بعشرة جنيه أنا أحافظ على هذا الكبري يعني مثلا على سبيل المثال في أسيوبيا بيبنوا سد النهضة سد النهضة اللي بيبني في أسيوبيا مش بيبنوا على فكرة الشعب الأسيوبي مش هو الشعب لأهم أخذين قروض من بره لكن كل الشعب في أسيوبيا ساهم في بناء هذا السد برقم بسيط جدا بدولار ب2 دولار كل مواطن أسيوبيا دفع هذا الرقم هل فيه أفكار مبتكرة لاستغلال مثل هذه السنديق لأن الناس عايزة فعلا تساهم يعني عايزة تساعد مصر إيه الاستغلال الأمثل مثل هذه السنديق إن هي تستغل بالقدر الأقصى لتدمية الاقتصاد أو المساعدة في الاقتصاد عمل مشاريع مثلا من خلالها مشاريع صغيرة حتى للعمالة للتشغيل يعني إزاي يعني أنا ليه رأي إنه هو عشان الناس تصدق هذه السنديق والناس اللي تساهم في هذا السندوق وتبقى فعالة فعلا ما إحنا عمليين ندفع فلوس بس ما بنشوفش شكل طحيح لا أنا عايزة يبقى فيه مشروع قومي يعني مثلا نقول إيه هذا المشروع القومي صندوق مثلا 30-6 30-6 هو اللي متولي هذا المشروع عشان وانا ماشي في الشارع نقول مثلا مدينة سكنية مدينة طبية مدينة علمية ويتكتب عليها يقول إيه المدينة السكنية دي تم بناءها من صندوق 30-6 وانا ماشي في الشارع الملائح هذه المدينة مبنية أعرف أن أنا ساهمت فيها أعرف أن فيه المبلغ اللي أنا دفعته عمل عمل لقيمة قدام المجتمع بالضبط بفيه ثقة الفلوس اللي أنا دفعتها وكل الناس ساهمت فيها بنت المستشفى دي بنت المدينة دي ده يسام إن إحنا ما نيجي نعلن نقول إيه عايزين الصندوق ده عشان يا جماعة توجهاته حيبني مدينة صناعية في المنطقة كذا هيروح السعيد هيعمل كذا نخش نلاقي أن الصندوق بنى الكلام ده أعتقد ده هيد رسالة لكل الناس أعتقد حتى المصريين اللي برا مصر هيبقوا فخورين هيبقوا قاعدين مثلا معهم مولادهم يقولك شايف ده شفتوا الصندوق الصندوق بتاعنا اللي احنا تبرعنا فيه هو بنى المدينة السكنية دي هو اللي بنى هذا المشروع هو اللي بنى هذا الطريق احنا كنا بنسمع قبل تلاتين ستة وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي أن احنا بنفلس ومصر على خلاص على شفة الفلاس التام وقدامنا شهرين ثلاثة وخلاص نفقت كل اللي عندنا والكلام ده كله احنا وضعين ايه دلوقتي وما مدى حقيقة أو دقة هذا الكلام بص قبل تلاتين ستة كان فيه طيارين مختلفين في الكلام الحكومة والنظام كان يقول مصر لن تفلس ومصر قوية بالموارد بتاعتها وعندنا 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 فيه جزء تاني جزء تاني وهو كان معارض أو بعض الخبراء كانوا شايفين أن احنا وواصلين لمرحلة الخطر احنا قبل تلاتين ستة لو بنتكلم على البلد لما نقيس ان البلد تفلس أو غير تفلس نتكلم على حجم الاحتياط النجد بتاعها ايه هو وحجم الالتزامات بتاعتها قصيرة الأجل وطويلة الأجل كانت مصر لحد تلاتين ستة الالتزاماتها قصيرة الأجل أو الديون كانت ملتزمة بيها قبل تلاتين ستة مش في السنة دي بس لا أعتقد قبلها بعشر أو خمشهر سنة كل قصد بيتدفع في المعات بتاعها لكن بعد ما حصل انهيار في الاحتياط النجد من بعد يوم تمانية وعشرين يناير وبقى المسلسل وصل لحد يوم تلاتين ستة ابتدت تصنيفات الاقتمانية للبلد توصل لحد ما وصلنا لمرحلة سين عازت قيسه قوة احنا الاحتياط النجد تقريبا كم دلوقت؟ الآن في حدود 18 مليار دولار لكن احنا من لا ننكر فيه فرق يا جماعة يعني يكون الاحتياط النجد دوت قادم من تنمية اقتصادية حقيقية من جوة البلد ويكون الاحتياط النجد دوت قادم عن صناعة خلاص وفيه فرق ان يكون الاحتياط النجد دوت قادم عن مساعدات وقروض حطها الدول يعني احنا نهاردة لو فلطرنا هذا الاحتياط وشنا المساعدات اللي جاية من قطر قبل كده ومساعدات تركية اللي جاية من قطر قروضهم والودائع بتاعتهم وودائع السعودية وودائع الكويت لو فلطرنا هذا الاحتياط للأسف هنبص لقى الاحتياط مثلا ميزدش عن 5 مليار دولار فده ده ده جزء مهم جدا يعني انا ضد فكرة ان احنا نقول رقم من غير ما احنا نحلل هذا الرقم يعني نيجي نقول عندنا الاحتياط النقدي 50 مليار دولار 30 مليار دولار منين لازم اعرف الكلام ده وبعدين فيه جزء من الاحتياط النقدي يعني ما بنتكلمش على اقتصاد حقيقي من جوه البلد صحيح يعني فيه فرق مشتنمية حقيقية مشتنمية حقيقية من جوه البلد مازال المصدر الرئيسي الاحتياط النقدي عندنا مثلا قناة السويس هي المصدر الرئيسي من الاحتياط النقدي بتكلم على جوه مصر إما المصدر الاعلى ممكن يقول جايلك التحولات العاملين الموجودين في الخارج فهو الرقم لا يعنيني حجم الرقم لكن لا يعنيني هذا الرقم ده اتنشأ منين وتعامل منين طيب من وقت تكوين الحكومة الجديدة برئاسة دكتور حازم الببلاوي وجود قامات اقتصادية هامة زي دكتور رزياد بهائي الدين في الحكومة واخرين ايه الاجراءات اللي اتخذتها هذه الحكومة من وقت ما استلمت المسئولية يعني لحد دلوقتي وحضراتك بتشوفنا ان هذه حاجات جاية هو الحكومة يعني أنا وجهة نظري الحكومة معداش عليها هو معداش عليهم اكتر من شهر ونص تقريبا في ظل ان هم عندهم مشاكل كانت موجودة جوه البلد ظهرت وكان اعتقد ان هو الهاجس الاول لهذه الحكومة اول اول فكرة الاول بتفكر فيه كلها حالة الاستقرار الامني اللي يبقى موجود في البلد والحالة اللي هو السلع اللي تبقى موجودة جوه البلد لان برضا ده امر اقتصادي ان يبقى فيه توازن للسلع للشعب عايزها السلع الاستهلاكية اللي موجودة اعتقد ان البلد قدرت ان الحكومة قدرت تحافظ على هذا الموضوع اللي هو المتعلق بالسلع الاستهلاكية سهل دلوقتي انه ما تنزل تلاقي اي سلع ممكن هتلاقيها وعالوا انه فيه تخفيض حيكون فاقار السلع لعدد كتير من السلع في حدود 20 و25% الموجودين جزء من المهم انه ابتدت بقى فيه اتفاقيات مثلا تتعلق بالمخزون الامح بقى فيه اتفاقيات استراد مثلا استراد من الامح من بعض الدول اعتقد بقى جزء مهم جزء بقى اساسي حتى لو انه موجود في خلال الشهر اللي فاته دولت اللي هو المتعلق بالفايدة البنكية مثلا او الفايدة المتعلقة بازون خزانة والسندات المحلية بصراحة كان موضوع مهم جدا ودور مهم من البنوك المحلية انها في تقطيع بتاعتها المتعلقة بازون خزانة انها قللت الفايدة يعني النهاردة السندات او ازون خزانة اللي بيترحى البنك المركزي ممثلا عن وزارة المالية لتخطية الدين المحلي البنوك كانت بتطلب مثلا رقم 14% و15% نظير ما هتدفع فلوس لتخطية هذا الدين أو الحصول على السنة دي لا النهاردة وصلت تقريبا الفايدة في حدود 11.5% أو 12% قلت جيم فمعنى تقليل هذه الفايدة اللي البنوك طلبها عشان تكرد البلد معناها أن الدين المحلي في البلد ابتدى ينخفض كل واحد في المية انخفاض في هذه الفايدة يخفض لنا تقريبا 10 مليار جنيه في الدين المحلي الموجود في البلد ده رغم أن في حالات من الاضطرابات بتسود مصر كلها مع حالات الاضطرابات ديت النهاردة البنوك بقى لها دور قومي أكتر ما هي بقى لها دور أنها عايزة تكسب يعني بقى البنوك حتى كل البنوك بقى لها دور قومي عايزة تتعاون عايزة تتعاون مع البلد ودوة كان واضح زياني أذور الخزانة فيه بكرة مثلا مزاد يوم الاثنين من المتوقع أن أكتر عطى فيها المزاد مش يزيد عن 12% لأجل 91 يوم أو 181 يوم في حين رجعنا نفس الكلام من 6 شهور كانت توصل 13% و14% فكل ما كانت ترتفع هذه الفايدة كل ما يبقى الدين المحلي يبقى سوك الكبير على الحكومة ورجع بعد كده بصنا لقينا البنوك المحلية زي البنك الأهلي أو بعض البنوك حتى البنك المركزي أعلن تخفيض الفايدة تقريبا فكل ما الفايدة كانت تنخفض كل دوت كان يساعد بقى حاجتين أني خلينا أنا كمستثمر أقدر أدخل بنك أخذ قرد فالتكلفة بتاعت القرد والتكلفة التي تنخفض لأن الفايدة انخفضت فده ينعكس طبعا على المشروع بتاعي ينعكس على سعر السلعة بتاعتها فيه فرق ما بين سلعة التكلفة بتاعتها عالية وما بين سلعة التكلفة بتاعتها منخفضة فالنحية الاقتصادية في البلد أنا شايف أننا نحاول صراحة نستقر لكن على طول حتى لكن لا تستطدح الرؤية تماما إلا ما تستقر الأوضاع تماما أمنيا واستقرار سياسي واعتقد دور الدول العربية في خلال الشهر اللي فات كان قوي جدا في خلال عشر تيام في الحالة الاقتصادية المصرية والحالة السياسية حتى لو شايفين أن أوروبا وأمريكا الناس دي كانت من شهر أو في بداية الثورة من 3 إلى 7 إلى 5 إلى 7 عليها وجهة نظر دلوقتي خلاص اللهجة بتدت تتغير يعني أنا على طول بقول أن الدول العربية بس كفيلة أنها تحي أي اقتصاد على مستوى العالم نتمنى طبعا أن ملف الاقتصادي يبتدي ينتعش لأنه هو ده أكتر حاجة هتهم الواطن المصري البسيط اللي عانى سنين وسنين طويلة وكل هدفه الحقيقة العيش العيش حتى قبل الحرية والكلام ده هو والديمقراطية هو هم العيش والعدالة الاجتماعية فأتمنى للمواطن المصري البسيط اللي عانى طويلا ده يبتدي بقى إيه يلمس شوية من الحاجة اللي في صالحه يعني من مصالحه يعني شوية أستاذ أحمد العطيفي خبير الأوراق المالية بشكرك جدا على وجودك معنا مشاهدينك كده خلصت فقراتنا بس عايزة أفكركم أن حظر التجول اتخفف وبقى لحد الساعة 9 ابتداء من مبارح يعني مش سبعة مساء تسعة مساء عايزة أقول لكم أننا كنا بنتابع دلوقتي على الهواء مباشرة محاكمة لرموز النظام السابق وشاهدنا في قضية قتل المتظاهرين شاهدنا في القفص الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال وستة من المساعدي العدلي في محاكمة من أكاديمية الشرطة الآن على الهواء مباشرة كده خلصت فقراتنا النهارده لكن بكرة أكيد معنا فقرات جديدة وفريق عمل جديد بشكركم إلى اللقاء